متحدين الظروف الجوية القاسية يضطر هؤلاء الطلاب في منطقة اليوسفية في محافظة وسط للسير على الأقدام ساعات طويلة من أجل الذهاب إلى مدرستهم فهذه المنطقة القريبة من مركز مدينة الكوت لا تحتوي سوى على مدرسة ابتدائية واحدة تفتقد لأبسط مقومات البيئة التعليمية المدرسة متهالكة يعني لا جام بيها مخلي لها كارتون الجو بارد نعاني أبنائنا من البرد والضيم هذا بيها نزلة بالخمسمائة متر يعني ما مبلطة تبليط يصل للمدرسة ماكو يعني طلابنا يجون حفاة يمشون بالطين وبالبريد وبالمطار ويدخلون للمدرسة بالضيم ومع استفحال معاناة الطلاب الذين يقطعون مسافات تصل إلى أربعة كيلومترات للوصول إلى مدارسهم المتوسطة والإعدادية خارج اليوسفية تتعالى الأصوات المطالبة ببناء مدارس جديدة في هذه المنطقة المهمشة وإحنا بحاجة إلى المتوسطة لأن المسافة بعيدة وطلاب حقيقة ببنات ووليد ورحون مسافات بعيدة للمتوسطة نحن بالنسبة للمكان موجود وأكثر من الشخص يتبرع بقاعه في سبيل إنشاء مدرسة لخدمتها للمنطقة المنطقة تعداد سكانها من ثلاث تالاف ونصف إلى أربعة تالاف نسمة أربعة تالاف نسمة تقريباً ثمانمائة طالب بالمدرسة الابتدائية ومدرسة لا تكفي ولا تسد الحاجة إعدادية ومتوسطة ما عندنا ما موجودة بالمنطقة على الضفة الأخرى تقول السلطات الحكومية إنها بصدد وضع خطة لإنشاء مدرسة واحدة فقط في اليوسفية خلال العام المقبل لدى المحافظة خطة بصراحة لعام 2023 وضعت ملامحها الرئيسية الآن من ضمن الخطة تحتوي على إنشاء مدارس إن شاء الله المنطقة التي جنابك سألت عنها تكون مشبولة ضمن خطة هذا العام بإنشاء مدرسة جديدة وحتى تحقيق هذه الوعود يستمر طلاب منطقة اليوسفية كمعظم طلاب العراق بدفع ثمن الإهمال الحكومي وفشل قطاع التعليم الذي سيمتد أثره السلبي إلى الأجيال الجديدة ترجمة نانسي قنقر